أعتقد أن هناك حدة اليوم في كلمة السيد عزيزة خنوش أعتقد بأن الرسائل كانت مباشرة وكما قلت قبل قليل وضع وجه الجزائر في المرآة تلك الإزدواجية بأننا لا ناقة نانا ولا جمل في هذا النزاع وفي نفس الوقت أنت حتى في الجميع العامة تترافع باسم هؤلاء جبال انفصالية التمويل المادي لديك الأراضي التي يقطونون فيها أراضيك الطيران الذي يستخدمونه طائراتك الخاصة تلمع وجه هذا الكيان الوهمي في القارة الأفريقية أمور كثيرة جدا أعتقد أن الجزائر أنصطت لها بإمعان في كلمة السيد رئيس الحكومة أكيد أخي الكريم خنوفل على رسلك أقول على أن اللغة واللهجة قد تبدلت وتغيرت لماذا؟ لأن صرح كبير أممي كالجمعية العامة الأمم المتحدة بسبغتها المؤسساتية وكذلك الدبلوماسية تفرد على المملكة المغربية أن تقدم الحقائق وأن تتحدث أمام الجميع بضرورة تقديم الدلاء الدامغة على ضلوع المؤسسة العسكرية الجزائرية في التهجير وكذلك التنكيل بمن تم الزج بهم بمخيمات العارب تندوف هذه نقطة أولى النقطة الثانية أبني على الخروج الرسمي للجزائر عقب الزيارة الأخيرة لسيفن دي بستورا الذي قال فيه المسؤولون الجزائريون على أنهم ليسوا طرفا في هذا النزاع وأنهم يؤمنون بضرورة التلاقي بين البوليزاريو وكأنها ارتقت بالبوليزاريو إلى مرتبة دولها الآن المغرب يجيب على الجزائر ويقدم لها أبام جميع ومرأة مسمعي كل الدول على أن الحقيقة هي أن الجزائر هي من تصنع البوليزاريو فوق أرض تنتمي إلى حضرتها السيادية هل في المعجم المرتبط بالقانون الدولي من الممكن أن تتجزأ السيادة الجواب بلا أن السيادة كاملة ولا يمكن أن تتجزأ مخيمة تندوف تقع فوق رقعات جزائرية من الناحية الجغرافية جيوسيا البوليزاريو الآن تشكيل وتثث مشهد إرهابيا اعتبارا بمجموعة من المخرجات التي أكدت عليها مجموعة من المؤتمرات آخرها كان مؤتمر مراكوش الذي وضع الحركات للفصالية في خانة الحركات الإرهابية الآن المغرب يؤكد مرة أخرى على أنه ملتزمون بالحلول الأممية كذلك ملتزمون بقرارات مجلس الأمن منذ بدايتها إلى القرارة 26-02 والحال على أن الدورة المقبلة لمجلس الأمن ستكون في شهر أكتوبر وستعيد الكرة وستتحدث عن نفس المعطيات لأن المغرب بلد تحترم الشرعية وكذلك تواكب كل الخطوات التي أكد عليها الخطب الملكي السامي بطبيعة حال ذكرى 46 للمسيرة الخضراء المظفرة على أن جلالة الملك والمغرب والمغاربة يتمسكون بالقرارات الأممية لا ننسى كذلك على أن هناك نقطة عريضة يجب أن نؤشر عليها كما أشرت عليها مجموعة من القرارات التي صدرت عن مجموعة من المنظمات الدولية بخاصة غير الحكومية التي تؤكد على الوضع الكاريتي واللا إنساني الذي استعرضوا إليه جحافل المواطنات والمواطنين الذين يعيشون على أرض قصريا بطريقة قصرية القتل والتنكين بصورين وكذلك بدلاء الدامغة كذلك التأكيد على الأوراش التنموي الكبرى على مستوى أقاليمنا الجنوبية في اتساق تام على ما تم الإعلان عنه عقب بطبيعة حال التوليف الملكي السامي للاستثمار فيها أكثر من إشارة على أن المغرب سيستمر في نماء وتنمية أقاليمه الجنوبية لأن الأمر لا يتعلق بتصفية استعمار الأمر يتعلق بنزاع مفتعل هذا النزاع المفتعل هو معروض على الأمم المتحدة وبالتالي فنقول على أن اللهجة فعلا قد تغيرت لأن فعلا التوجهات التي تسير على رسلها الجزائر ومن يواكبها من دول تؤكد مرة أخرى على أن العدائية موجودة وعلى أن الجزائر تريد أن تضرب عرض الحائط حتى تلكم المبادئ الناظمة للقانون الدولي وكذلك للقرارات التي تصدر عن جهاز الرئيس ألا هو مجلس الأمن